الشنيني السوق شعبي وسط مدينة تعز يعد أحد الأسواق الشهيرة ويعرف السوق الذي يزغر بأنواع البضائع كمعلم تاريخي من معالم المدينة القديمة ويمتاز باحتفاظه بطابعه القديم في استيراد وتسويق البضائع ومقتنياته الحرفية التقليدية أهم هذا السوق الشنيني سوق شعبي على مستوى اليمن على مستوى تعز خاصة يمتاز السوق هذا من القدم من مئة السنين يعني المرتادي نهق تعز كامل كان من الأرياض من المدن من هذا التقام لا تعز يعود العم الزمني لهذا السوق الذي يتوسط الباب الكبير وباب موسى إلى عشرات العقود كما تقول بعض المرويات إن تسميته نسبة إلى أول رجل سكن هذا المكان ورتبط بإسمه وخلال عقود يرتاده الناس لشراء مستلزماتهم لكنه أكثر ازدحاما خلال مناسبة شهر رمضان هذا سوق الشنيني من أهم الأسواق في مدينة تعز يتواجد فيه الآثار الشعبية مثل الفخار مثل الحدادة مثل القبن الشعبي البن اليمني البهارات يحوي سوق الشنيني عشرات المحال التجارية تتنوع بين محلات البهارات وأخرى خاصة بالحرف اليدوية وبعضها تبيع منتج الجبن البلدي كما يبدو السوق من شكله البدائي أشبه بمتحف تاريخي للمتسوقين لما يتمتع به من ميزات جمالية من حيث المكان أو شكله القديم زيارة قصيرة في أرجاء هذا المكان تبرز واحدا من معالم المدينة إذ لا يزال السوق محتفظا بطبيعته الخاصة متمسكا بخصوصيته التاريخية وعلى الرغم من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الحرب التي تشهدها المدينة كما يقول الناس هنا إلا أن لهذا السوق نكهته الخاصة سيما خلال شهر رمضان حمزة أمين قناة بقيس تعيس ترجمة نانسي قنقر